الى هنا اصل الى نهاية طبيقة دورة الهتمائل فقط كتلميح اخير اريد ان اريكم كيف يمكنني كتابة اكواد الهتمائل دون معرفة الهتمائل وكأنني اكشف الورد نقوم بعدها عن طريق برامج متخصصة كالفرونت بيج والدريمويبر كمثال اخذ الدريمويبر هو من شركة ادوب ننقر على الهتمائل فنحصل على الصفحة الثانية منطقة مخصصة للاكواد الهتمائل ومنطقة مخصصة لكتابة العادية سوف اتوجه الى منطقة العادية وهنا سوف اعطني النتيجة بالهتمائل كمثال سوف اكتب نص انا اكتب في المنطقة اليمنى والنتيجة احصلها في المنطقة اليسر المجموعة الاشياء التي تعلمناها منها وضع النص بشكل مغلوق اضغط على بي هنا فيعطيني يضيفها مباشرة دون ان اعلم بوجود هذه الاسم لدي هنا ان اي وهي ايطاليك فيظهر بهذا الشكل المتجانب والذي نقوم به عن طريق أم بإمكاني اضافة الليست التي تعلمناها لست الأرقام يمكن ان اضيف هنا صفحة اخرى يمكن ان اضيف منطقة الجانبية على اليسار كما نرى يمكن ان اضيف مجموعة من الخصائص دون ان اكون حتى درسني الاشتماع يمكن اضافة صور اختيار مجلد الصور فتظهر الصورة في المكان الذي اريد كمثال هذه الصورة يمكنني ان اضيف فيديو يمكنني اضاف جدول مثلا جدول هنا عدد السطور و عدد الين و الكولون ثم نضع هنا البردر الحجم ثم هنا الويد ثم نضع اوكي فيرسم الجدول كاملا وهنا اجد الكود الخاص بالجدول يمكنني اعمل جموعة من الأشياء المهمة جدا سواء في الاشتماع في الس اس جغاسكريب سواء مثل هذه البرامج التي تغليني عن تعلم اللغة ولكن دائما انصح بتعلم اللغة لانها الاساس ثم من بعد التعلمة يمكن ان نستعمل هذه البرامج التي تساعدنا في ربح الوقت اتمنى منكم ان تكونوا قد استفدتم معي في هذه الدورة اتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر